تحقق الشرطة الألمانية في ملابسات عملية الدهس في مدينة مونستر شمال غربي البلاد والتي انتهت بانتحار منفذها بعد تسببه بوقوع قتلى وعشرات المصابين ودعت السلطات المواطنين ووسائل الإعلام إلى تجنب ما سمتها التكهنات ووفقا لمجلة شبيغل الألمانية فإن السلطات تفترض أن عملية الدهس كانت هجوما رغم عدم تأكيدها ذلك بشكل رسمي بينما قال المتحدث باسم الشرطة أن أي حديث عن هجوم في الوقت الحالي هو سابق لأوانه وبحسب شرطة المدينة فإن السائق أطلق الرصاص على نفسه بعد دهسه حجدا من الناس الشهود والأدلة تشير إلى وجود مشتبه بهم قد فروا من السيارة التحقيق مستمر بهذا الشأن ولا توجد رؤية واضحة حتى الآن ووفقا لتقارير تداولتها وسائل إعلام محلية فإن منفذ العملية ألماني ويعاني من الطرابات وله تاريخ من المشاكل النفسية ولا صلة له بالإرهاب أشعر بالأسف تجاه جميع الضحايا هذا أمر صادم لجميع السكان والزائرين وأنا حزين لذلك هذا عمل جبان للغاية وقعت عملية الدهس في أحد الشوارع المقتضة في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة وأعلنت الشرطة أنها شرعت بعملية أمنية واسعة وطالبت السكان بتجنب المنطقة بعد عثورها على جسم مشبوه في سيارة منفذ عملية الدهس